شنو مصلحة اي عراقي راضع من صدر امه وشارب من نهر دجلتي والفرات اريد يخرب بلده ويخرب خيراته اللي هي امواله واملاكه وهي عرضه وهي شرفه وهو سترة لمصلحة طرف اجنبي اخر هذا بيودي انو اجيبه اخليه اسوي لرنين وشوف انزيمات الشرف عده من ينجت دولة بيها مشاكل شابعاني مشاكل مليارات الدولارات تنفق تحرق بالجو وعندنا ملايين الايتام والجياع لانه الغاز المصاحب يحرق الرجل ايجا قال يابا لازم نطلع الغاز وبدل ما نستورد غاز من ايران ومن الخليج او نتوسل بالوسوة والما يسوي خلونا نسويه وبدأت الاستثمارات بحقل كورمور في السليمانية كورمور مو اكتشاف البارحة كورمور اكتشف من عام الف وتسعمية وثلاثين كان يسمى بالانفال يغط المناطق الشمالية وكركوك وصلاح الدين ونينوة ليش نضرب الرسالة المن هسا نضرب قوى خارجة عن القانون لكن ليش السكوت عن الخارجين عن القانون لمصلحة من ومن المستهدف اكثر من كورمور ومن اللي دفع بان تنضرب حقول الغاز اللي احنا يا الله صير عدنا قطرتين غاز حتى لا نتوسل بفلان وفلان وليش نضرب قبل الصيف وشنو الرسائل اللي يجب ان تقرأ ولماذا هذا الصمت ايها الحكومة الموقرة